بسم الله الرحمن الرحيم قطس السلطان قاهر الططار يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويبشره بملك مصر وكسر الططار وهو ما زال صبيا مملوكا هذه القصة اللطيفة وردت في كتب عديدة كالبداية والنهاية يرويها سلطان قطس يقول بأنه رأى في ليلة من الليالي أصابه قلق فصلى ركعتين وأوتر ثم ذهب لينام وفي النوم رأى نفسه في صحراء قاحلة وكأنه تائه وفجلس من حيرته على صخرة يبكي وفجأة رأى كوكبة فيها شخص يلبس أبيض وفي غاية من الجمال وحوله كوكبة من أصحابه وعندما رأى قطس جالس أوقف أصحابه ونزل وجاء إلى قطس وأقامه يعني جعله يقف وربت على صدره وقال له توجه إلى مصر فإنك ستملك مصر وتهزم التتار فاستغرب قطس ولم يمهله القائل بل سرعان من صرف أراد يقول قطس بأنه أراد أن يسأله من هو فلكنه بادر بأن ركب وركب معه أصحابه فأراد أن يدرك قطس السؤال فنادى بأعلى صوته من أنت؟ فنظر إليه أحد أصحابي هذا الرجل الجميل وقال وي لك هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت من منامي وأنا فرح وأشعر ببرد كفه على صدري فذهبت إلى سيدي ابن الزعيم وحكيت له المنام ففرح به أشد الفرح وأمرني بأن أغتسل وطيبني بنفسي وقال اذهب إلى الإمام العز بن عبد السلام لأن الكلام ده كان في دمشق قبل أن يصل أو قبل أن يذهب قطس إلى القاهرة وقال ابن الزعيم للقطس وهو مزال شاباً صغيراً اذهب إلى الإمام العز بن عبد السلام وأخبره بهذا وأخبره بهذا المنام قال فتهيأت ولبست وتطيبت وجئت إلى العز بن عبد السلام فلما رأاني قال ما لك هل تزوجت؟ قلت لا لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحكيت له المنام ففرح به واستبشر وقال ما تزال تذكر مصر وتذكر التتار حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بملك مصر وبهزيمة التتار وقال له إن صحة أو إن صحت الرؤية فإنك بمشيئة الله تملك مصر أو تتسلطن على مصر وتهزم التتار لأن رؤية النبي حق والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي هناك جزء آخر أيضا من الرواية كما في البداية والنهاية أن القطز عندما كان صغيرا كان له صاحب يسمى حسام أو حسام الدين أصبح أميرا فيما بعد وكان صبية ويقول وكان قطز فيه قمل قال فكنت أفليه فإذا أخرجت له قملة إما أخذت منه فلسا يعني زي جنيه أو قرش وإما صفعته وأنا أفعل معه هذا وربما هزأت به أو سخرت منه ففي مرة من المرات وأنا أفعل معه هذا أو أصفعه قال لي وأنا أتكلم معه أقول أتمنى ده كلام حسام الدين أو من أصبح بعد ذلك أميرا يقول إني أتمنى أن أكون أميرا على خمسين جنديا يعني لأن المملك كان منهم من يكون على خمسين ومنهم من يكون على مئة ومنهم من يكون أمير ألف بحسب المرتبة فده كانت يعني أمنياته يسيرة يتمنى أن يكون أميرا أو رئيسا على خمسين جندي فقال أنا أجعلك يقول قطز أنا أجعلك لا عليك سأوليك وأجعلك أميرا على خمسين قال من أنت قال إني سأملك مصر سأملك مصر قال أنت بقملك هذا تملك مصر قال نعم قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبشرني بملك مصر وأنني سأهزم التطار ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق والنبي قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أيضا من تكملة القصة أن ابن الأثير رحمه الله تعالى وكان في الشام يقول كنت عند الملك الناصر كان أميرا على دمشق فلما كنت عنده جاء الخبر بتولي قطز على مصر فقرأت القبر على الناصر وأخبرني أو كلفني بمهمة وعند خروجي قابلني جندي فقال أتولى قطز على مصر قلت وما لك أو ما شأنك بهذا يعني كان يستصغره قال والله إنه تولى على مصر وسيهزم التطار قلت وما علمك بهذا قال فحكى له وكان هو حسام الدين هذا قال فقلت له إنني كنت صغيرا نعو وكنت أفلي وحكى له ما حكيت لكم فتعجب ابن الأثير ثم وكان في تلك الحالة تولى على مصر ولم يهزم التطار بعد ثم عندما مرت الأيام تقابل حسام هذا وقد أصبح أميرا على خمسين عندما لقي قطز وقابل ابن الأثير وقال بعدما هزم التطار أتذكر يا مولاي ما ذكرته لك في دمشق من قصة قطز قال نعم أذكر كأنه يذكر عندما قال له بأنه وكان تولى في تلك الفترة ولكن لم يكن هزم التطار ولم يكن حسام هذا ذهب إلى مصر ليوفي له قطز بأن يجعله أميرا على خمسين هذه رؤية جميلة تحكى دائما في ترجمة المظفر قطز رحمه الله تعالى بشرته وهو صبي صغير بملك مصر وهزيمة التطار وفعلا حقق الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية الجميلة واستطاع في عين جالوت في سنة خمسمائة وثمان وستين هزيمة التطار وبعدها ختل رحمه الله تعالى فهو لم يتولى إلا سنة واحدة وكأن الله سبحانه وتعالى يعني قد أعده لهذه المهمة فقط يعني فعلا لم يعني الفترة التي تولاها تشبه فترة عمر بن عبد العزيز هي سنة أو أقل من سنة كأنه أريد لأمر قدره الله عز وجل في عالم الغيب لهذا الرجل فإنه عندما كان في مصر وكان أحد الأمراء الكبار ومات عز الدين أيبك وبعدها كانت شجرة در وبعدها قتلت شجرة در وبعدها تولى علي ابن عز الدين أيبك وكان صغيرا في الخامسة عشر وعز الدين أيبك عندما تولى علي بن عز الدين أيبك وجاء التتار واستولوا على الشام فأراد قطز أن يجمع الناس على حرب التتار فرأى أن بقاء هذا الصبي ملكا على مصر سيفرق الأمر ولن يجمع الشمل فأزاله وقلس مكانه ليس حبا في السلطنة وإنما ليؤدي ذلك الدور الذي قدره الله عز وجل له من هزيمة التتار لأن قطز تربى على يدي عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى أعرف ذلك بدأ بعدها بعد ما تسلطن في مصر يعني هو تسلطن سنة خمسمائة وسبعة وستين يعني تكتب خمسة ستة سبعة من الشمال خمسمائة وسبعة وستين ومات خمسمائة وثمانين وستين بعد عنجلوت وهزيمة التتار بخمسين يوما بخمسين يوما فترى عجبا كأنه كما قلت أنه هي لهذا فهذه رؤية لطيفة جميلة أحذبت أن أتحف بها المشاهدين وكان لي تعليقات عليها لأن من كتب في بعض المواقع الملحدة أو شبه الملحدة حاول أن يعير المسلمين بمسائل الرؤى ويقول بأنهم يحتجون بها وأنهم يستفيدون منها سياسيا وذكر من ضمن الأمثلة رؤية قطز قطز لم يخترع تلك الرؤية ولم يستفد منها سياسيا ويريد أن يقول أنه قطز حاول أن يشرعن لنفسه بالدعاء تلك الرؤية فيتهمون الناس بالكذب وكما قلت الرؤى يعني ليست حجة عند علماء المسلمين وإنما هي بشارة ونذارة وتحفز الهمة ليست هي التي تصنع الرجال لكن هي ممكن كالتذكير كالدافع كالمحفز هي لا تجعل النحاس ذهبا لكن ربما ساعدت الذهب عندما يكون عليه نوعا من التراب أن يزيل الإنسان عن همته التراب ويعود إلى أصله ومعدنه كما عاد قطز لأنه من أبناء ملوك هو رزن رحمه الله تعالى وهياءه الله لهذا الأمر الكريم فرحم الله قطز وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته